سريعا تمضي عقارب الساعة نحو موعد يختار فيه الأنباريون ممثلهم في البرلمان القادم ملفات المغيبين والتعويضات والنازحين ستكون حاضرة وبقوة رهان تتطلع إليه الكتل المتنافسة للظفر بأصوات الناخبين أن أكثر الشكوك أثيرت حول أداء أصوات النازحين في العراق وبالتالي لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها أنا أقترح أن يكون في المرحلة المقبلة عدم إعطاء فرصة للنازحين في إدلاء أصواتهم لا سيما أن أعدادهم هي قليلة جدا لا تساوي نسبة مقارنتا بالفئات الأخرى وفضلا عن ذلك أن أغلب النازحين لا يمتلكون البطاقة البيومترية وأيضا هذا شك آخر يحسب إلى عملية الانتخابات وبقاءهم خارج أرض الأنبار من الممكن أن يتعرضوا إلى عملية الإبتزاز والتغيير إرادتهم ويرى مراقبون ضرورة توفير الأجواء الملائمة للنازحين بما يسهم بعودة الحياة إلى مناطقهما التي نزحوا منها دون مشاكل ومعوقات لأن بقاهم في المخيمات قد يذهب أصواتهم لجهات تستغلهم انتخابيا ويبلغ عدد النازحين الذين يحقوا لهم التصويت بالبطاقة البيومترية ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة ناخبين نتمنى أنه نلاقي ناس إلى بون طموحاتنا من خلال الملفات التي لحد الآن هي مغلقة الناس لحد الآن ما تعوضت لحد الآن عدنا آلاف المغيبين لحد الآن عدنا ملفات خدمية وكهرباء وغيرها من الأمور ما تم طرحها أصلاً بالموضوع لذلك نتمنى أنه نشوف برامج انتخابية عكس الدعايات الانتخابية يعني إذا رجعوا النازحين قبل موعد الانتخابات أفضل من ما يبقون لأن إذا بقوا بعد الانتخابات ما رح يرجعون وإذا بقوا خلال فترة الانتخابات رح يبتزوهم أو نقدر نقول يستغلوهم هواية من المرشحين والأحزاب الفاسدة التجارب الانتخابية في الدول ومنها العراق واجهت وما زالت تواجه الكثير من التحديات والعقبات التي تزيد من فرص التلاعب المزاج الجماهير والتأثير في قراراتهم وميولهم الانتخابية وفي بلد مثل العراق اعتادت الكتر والكيانات السياسية على اتباع أساليب عدة تهدف من ورائها إلى تعزيز أرصدتها الانتخابية عامر محسن قناة دجلة التضائية الأنبار ترجمة نانسي قنقر